السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاة حامد وإلي عشر أيام قاعد بس تعمل جهاز الجوجل بيكسل 2XL وهي معينتي الكاملة الجيل الأول من الجوجل بيكسل كان بيحمل كثير من الأمور الخرافية بحث أنه كان بيملك واحدة من أفضل الكاميرات في سنة 2016 بالإضافة أنه السوفت وير والبطارية تاعته كانوا من أفضل الأمور اللي شفتها على أي جوال لحد الآن أما بالنسبة للجيل الثاني فحصل على تحديثات ضخمة جدا وأول شيء وأهم شيء بالنسبة إلي هو من ناحية التصميم الجيل الثاني من البيكسل بطل شكله زي شكل الآيفون بحيث أنه المقدمة حصلت على تحديث ضخم جدا فالآن الشاشة أصبحت بتناسق مختلف عن السابق لتحتل مساحة أكبر من سطح الجهاز أو واجهة الجهاز الأمامية جسم الجهاز مصنوع من المعدن بشكل كامل من كل الأطراف معدل قطع الزجاجية الموجودة على الخلف ولكن هذا المعدن مطلي بالطبقة رفيعة جدا ما بتحس بالضبط ببرودة المعدن وفي نفس الوقت الجهاز ما بتحسه رخيص ولكن هالموضوع فيه إلو ميزة إيجابية ألا وهي أنه الجهاز صعب جدا أنه ينزلق من إيدك فالمادة بتحافظ على توازن جدا ضخم ومش سلسة زيادة عن اللزوم أنا شخصيا بفضل أني أستبدل وأحمي الظهر هذا وجسم الجهاز بسكن من شركة دي براند بإمكانك أنك تحصل على أي لون بدك إياه إذا بدك تأخذ إصدار الباندا ومش متوفر بتقدر أنك تقلب جهازك باندا عن طريق سكنز من دي براند اللي هو اللون الأبيض والأسود بتقدر تحوله للدراجن الأحمر الجديد اللي أنتو شايفينه في هذا الفيديو وأي لون بدك إياه رح يكون في رابط في صندوق الوصف للمهتم بأنه يحط سكن على جهازه موقع البصمة موجود على ظهر الجهاز أعلى المنتصف بشوي جدا سهل أنك توصل له سريع جدا بالتفاعل كلا من أزرار التحكم بالصوت بالإضافة للباور موجودين على الجهة اليمنى من الجهاز ولكن للأسف الشديد كلهم ملمسهم أملس الأمر اللي ما بتتعود عليه بسرعة صراحة ولحد الآن بعد عشر أيام من الاستعمال لأزال بخربط لما أجي بدي أعلي صوت أو أعطيه أني أطفل جهاز كليا أما بالنسبة للأسفل فراح تلاقي منفذ التايب سي ومنفذ التايب سي فقط لأنه للأسف الشديد جوجل أزالت منفذ الثلاث ونصف مليمتر من على هذا الجهاز واللي هو أمر يعني يقدل بعض يدافع عنه أنه على شلوه علشان يخلو الجهاز مقاوم للماء والغبار واللي هو الجهاز أصبح مقاوم للماء والغبار ولكن في نفس الوقت أجهزة أخرى مثل سامسونج كان الـ S8 أو النوت 8 وحتى أجهزة LG مثل الـ V30 والـ G6 ليزالوا محافظين على منفذ الثلاث ونصف مع حماية أو مقاومة الماء والغبار واللي هو أمر بشوفهم مخزي جدا بالنسبة لجوجل خصوصا أنهم اتمسخروا على أبل السنة الماضية علشان هم شالوا هذا المنفذ ولكن الوضع مش ميقوش منه بشكل كلي لما نتكلم عن الصوتيات الجهاز الآن أصبح بيحمل سماعتين أماميات ستيريو وصوتهم من أفضل الأجهزة اللي سمعتها لحد الآن البيكسل 2XL مزود بشاشة بحجم 6 إنش وبدقة Quad HD ولكن تناسق الشاشة هون هو 18 إلى 9 أي 2 إلى 1 الشاشة أصبحت أطول من الجيل السابق الأمر اللي خلى الشاشة تأخذ مساحة أكبر من واجهة الجهاز ولكنها ليست للطرف للطرف مثل ما كانت على النوت 8 والـ S8 والأجهزة اللي بلشنا نشوفها بلا أطراف بحيث أنه لا يزال في عندك صباح وذقن شوي اسماك ولكن هذا سعر أنا سعيد جدا أني أدفعه علشان أحصل على سماعات بيعديك القوة أما بالنسبة لألوان الشاشة نفسها فخلال الشهر الماضي كثير من الناس بلشوا يتكلموا عن المشاكل اللي كانت تظهر في الجوجل بيكسل الجديد تحديدا الـ 2XL أو الأصدار الأكبر المصنع من قبل شركة LG أنه الشاشة كان فيها مشاكل الألوان تاعتها باحتة زيادة عن لزوم بالإضافة أنه زوايا العرض عليها فيها مشكلة بحيث أنه المشكلة اللي كثير من الناس صادفوها متأكد أنكم سمعتوا فيها إذا بتتفرج هذا الفيديو أنه الشاشة أول ما تميلها تتحول إلى زراق أو بيصير في عليها تنت زرقاء شديدة جدا الآن بالنسبة للمشكلة الأولى اللي هي أنه الألوان باحتة جوجل أطلقت تحديث للجهاز اللي أضاف وضعية لألوان الشاشة نفسها أنها تصير مشبعة بشكل أكبر هذا الأمر بإمكانك أنت أنك تتحكم فيه وتبدل ما بين الوضعيات الموجودة علشان تزيد من حدة الألوان شخصيا بفضله على الوضعية الساتشوريتد اللي هي بتقربه شوي إلى ألوان شاشات السوبر أموليد تاعت سامسونج ولكن مش بالضبط بنفس التشبع أما بالنسبة لمسألة الزراق اللي موجود في الشاشة فما بعرف ليه كثير من الناس صراحة عاملين ضجة على هالموضوع الآن شخصيا من التجربة للجهاز اللي أنا اشتريته اللي معي الشاشة ما بتتحول ألوانها بشكل خنفشاري جدا نعم فيه ظهور للون الأزرق بشكل واضح ولكن هاي المشكلة ما راح تأثر على استهلاكك اليومي إلا إذنك بتتعامل أو بتمسك جهازك بهذا الشكل عدا عن ذلك ما راح تكون عندك أي مشكلة نهائيا إذنك بتطلع بالشاشة مباشرة هل هي بالنسبة إلي مشكلة عظيمة تخليني ما أستخدم الجهاز؟ صدقا لا خلينا الآن ننتقل للحديث عن الكاميرا اللي هي أمر جهاز البيكسل بيفطر فيه على كل الأجهزة الثانية كل يوم الصبح فجيل الثاني من البيكسل مزود بكاميرا خلفية بقوة 12.2 ميجا بيكسل مزود بحجم فتحة يساوي F1.8 وحجم بيكسل يساوي 1.4 مايكرون هذا الأمر مجمع مع السوفت ويرتاع جوجل لمعالجة الصور بيعطيني أفضل نتائج شفتها على أي كاميرا على أي جوال إطلاقا لا يوجد أي جهاز ثاني بيطلع بشبر مع هذا الجهاز من ناحية الكاميرا في كل الظروف في ظروف الإضاءة المنخفضة في ظروف الإضاءة الجيدة في الدايناميك رينج في تشبع الألوان في عمق الصورة نفسها وكمية التفاصيل والحدة هذا الجهاز نتائجه كانت مذهلة هذا الأمر أيضا ينتقل إلى الكاميرا الأمامية اللي بتأتي بقوة 8 ميجا بيكسل مع حجم فتحة يساوي F2.4 وحجم بيكسل يساوي F1.4 مايكرون ميزات السوفت وير المزودة فيها هذه الكاميرا بتسمح لها أنها تلتقط صور بورتري اللي هي أنها تعزلك كليا عن الخلفية بشكل رقمي حتى بعدسة واحدة دون الحاجة لكاميرا ثانية أما بالنسبة للسوفت وير فيكفي أنه الجهاز جوجل طبيعي أنه يكون عليه حاليا أندرويد 8.1 قبل ما يوصل لأي جهاز ثاني على الإطلاق وهذا أمر إله ميزاته إله سلبياته ميزاته نظام سلس جدا وهذا الأمر ناتج عن الواجهة الخفيفة إلى أبعد الحدود النظام التأثيرات اللي بيكون موجود في الانتقالات في القوائم وطريقة توزيع الأمور كلها مبسطة بشكل جدا جميل قائمة الإعدادات تم تغييرها بشكل طفيف علشان تصير كل الأمور اللي بدك توصلها بسرعة تكون موجودة أعلى القائمة مباشرة أول ما تدخل عليها البطارية انسحبت من الأسفل إلى الأعلى نزلوا أشياء ضبوها تحت داخل قوائم ولكن كل شي موجود أمامك واضح وما عندك أي مشكلة أنك تتلاقي الشي اللي بدكيها بسرعة الدروب داون مينيو بيختلف لونها حسب الخلفية اللي انت حطتها وعلى ذكر الخلفيات أيضا في عندك مزايا خاصة بالبيكسل مثل الخلفية اللي ليست بالضبط خلفية متحركة ولكن فيها حركة خفيفة جدا اللي بتعطي صراحة تأثير جدا جميل على شكل الجهاز وأيضا في عنا هنا أمر انتقل من HTC إلى البيكسل ألا وهو العصر بحيث أنه لما تعص على الجهاز من على اليمين وعليسار وانت ماسكه بإيدك بإمكانك أنك تقوم بتفعيل اللي هو مساعد جوجل نفسه علشان تقدر أنك تعطيه أوامر صوتية ولكن الفرق بين الشي اللي جوجل عملته واللي HTC عملته من قبلها أنه HTC كانوا معطينك الخيار أنك تفتح أي تطبيق بدك يا على البيكسل هالكلام مش موجود بحيث أنه أنت فقط الخيار الوحيد اللي عندك وأنك تفعل مساعد جوجل الآن بالنسبة لي صراحة ما أعجبت في المسألة بشكل كبير بحيث أنه ما عني رفعت الحساسية أنك الضغطة تكون شديدة علشان يتفعل ولكن مع هيك وجدته من الحال وببعض الأحيان بشتغل أول ما أمسك الجهاز فشخصيا طفيت الموضوع وصراحة ما بكترث إله على الأطلاق فبعتبرها شيء سيء جدا أنه جوجل مش فاتحين الخيار أنك تغير الاختصار أنك تفتح الكاميرا أنك تلتقط صورة لكن بقدر أقول لك أنه تجربة السوفتور على هذا الجهاز واحدة من أفضل الأمور اللي ممكن تجربها على أي جهاز أندرويد بشكل عام ولكن في نفس الوقت الأندرويد الخام يعني مع تجربتي لأجهزة ثانية كثير في أمور بفتقدها بعد استعمالي لهذا الجهاز لفترة مثل ميزة أنك تفتح من الأجل التطبيقات أو تفتح أرقام على أجهزة سامسونج مثل تطبيق الجيلة الكاميرا المتطور بالإعدادات الرهيبة جدا والفخمة مثل ميزة هواوي أني أفتح تطبيقين واتساب أو أفتح تطبيقين فيسبوك ففيه يعني فيه إلا هالمسألة إيجابيات وإلا هالسلبيات في نفس الوقت ومن ناحية الأداء طبعا ما تتوقع أي شيء أقل من أي فلاكشوب في سنة الـ 2018 من ناحية تشغيل التطبيقات سرعة فتح التطبيقات من ناحية قوة تحمل الجهاز وتخزين الجهاز لأمور في خلفية النظام نفسه جدا جدا سلسفة بنتكلم هنا عن معالج سناب دراجون 835 الأحدث على الأطلاق بالإضافة لأنه فيه عندك هنا أربع جيجا رام اللي يبدو شيء غريب في سنة احتلها مجموعة من الأجهزة ضخمة جدا اللي بتملك ستة بل ثمن جيجا رام في بعض الحالات والشيء اللي بزعجني أكثر إنه جوجل خلت نفس سعة الرام على كلا الخيارين من السعة الداخلية الـ 64 أو الـ 128 جيجا بايت واللي هو أمر يعني بصراحة مزعد جدا إنه دفعت 100 دولار زيادة تقريبا فقط علشان مساحة زيادة ولا بدون أي إضافة ثانية وصدقا من شخص بيملك عدة أجهزة مزودة بـ 6 جيجا رام وـ 8 جيجا رام النقلة للبيكسل 2 XL مش راح تحس بأي افتقار إنه والله راح عليك إشي إنه فيه 2 جيجا رام أقل هون أما بالنسبة للبطارية فهي أيضا شيء ما بيخيب على البيكسل 2 XL فبنتكلم هون عن 3520 مل آمب واللي على الاستخدام الثقيل والمكثف أعطتني 6 ساعات من الاستخدام المتواصل بدون ما البطارية تفضى فبكل مختلف الحالات اللي حطيت فيها الجهاز ما وصلت لنهاية يومي والجهاز طافي أو على وشك إنه يطفي الجهاز أكثر من قادر لأنه يتحمل أثقل مستخدم إلى أخف مستخدم وجميل جدا في هذا الجهاز إنه لو تتركه وهو مغلق أو بس انتطافي الشاشة ومش صايب الجهاز وتتركه يوم 24 ساعة كامليا الجهاز راح ينقص منه 1.5% فقط واللي هو رقم رائع جدا مقارنة في كل شيء ثاني ما أعتقد فيه أي شيء ثاني جدربته لحد الآن بيوصل لرقم مثل هذا ما عدا البكسل الأول وتابلت الأكسبيريا زي فور غيرهم ما مرق عليه شيء زي هيك إنه يعني 1.5% خلال 24 ساعة ميلا ستانباي رقم رائع جدا أيضا سرعة الشحن على الجهاز جدا ممتازة فبنتكلم عن صفر إلى 100% بساعة و 35 دقيقة اللي هو رقم جدا ممتاز مصفد بطارية في نصف ساعة هذا ستاندرد صار على كل أجزائي السنة الأمر اللي بوصلني لنهاية الفيديو وأمر جدا جدا مهم قبل ما أعاقب على الجهاز وأقول لكم خلاصة السلافة كلها سعر هذا الجهاز النسخة العليا اللي هي 128 جيجو بايت ساعة تخزين داخلية طبعا لأنه في منه نسخة أخرى بتيجي ب64 جيجو بايت هاي النسخة سعرها 980 دولار تقريبا طلعت بعد الضريبة شخصيا لأنه شحنته للأردن دفعت عليه جمرك فصف سعر الجهاز عليه بما يقارب 1200 دولار تقريبا مع نقصام ميزات مثل عدم وجود منفذ ثلاث ونصف مليمتر عدم وجود منفذ أنك تضيف عليه بطاقة تخزين خارجية أو شريحة ثانية أو أنك تحصل عليه بخيار اللي يكون 6 جيجرام الرقم شوي كبير ولكن لما نيجي نطلع على الـ 2017 وأسعار النوت الثمانية أسعار أجهزة مثل آيفون أكس بعض الميزات اللي موجودة في هذا الجهاز فيه والتجربة اللي رح تحصل عليها من هذا الجهاز بالقمة صراحة يعني أنا شخصيا شبه حولت من النوت الثمانية إلى هذا الجهاز مع أني رح أفتقد جدا الـ S Pen والله أفتقد جدا سوفتوير سامسونج ولكن هون هذا الـ Pixel 2 XL بشكل عام بيأخذ الصح وبيأخذ علامة كاملة في أغلب الأمور المهمة نعم الشاشة ليست الأفضل على الإطلاق شاشة سامسونج أفضل من ناحية تباين الألوان ومن ناحية قوة السطوع ولكن هون الصوت الخرافي الكاميرا الرائعة جدا عمر البطارية الممتاز السوفتوير الرهيب كلها أمور بتخليني التوجه لهذا الجهاز أكثر شخصيا ما بتفرق معي مسألة اللي هي أن أضيف عليه شريحتين أو أني أضيف عليه بطاقة تخزين خارجية ولكن بعرف أنه هذا أمر مهم جدا بالنسبة لناس كثير فإذا بدك هذاك الشي النوت الثمانية موجود الميت عشر والميت عشر برو موجود الفي ثلاثين قرب يوصل إن شاء الله السنة الجاي ولكن صعب شوي البيعة بس للناس اللي بدها شي بهاي التجربة هذا أفضل ما أندرويد بيقدر يقدم لك إياه في سنة الـ 2017 رابط للشراء رح يكون موجود في صندوق الوصف إذا مهتم هذا كان كل إشي لهالفيديو إيش رأيك في الجهاز شو اللي بتحبوا فيه شو اللي كرهتوا عنه وبحكم أنكم صرتوا شايفين 450 ألف معينة قبل هاي شو رأيكم في البيكسل 2XL اكتبوا لي في قسم التعليقات بالأسفل هذا كان كل إشي لهذا الفيديو كان معكم صلاح حامد في أمان الله اشتركوا في القناة